الملك حمد بن عيسى الخليفة قد غادر المملكة العربية السعودية في وقت سابق ليوم وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة برقية شكر وتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله فيما يلنصها أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه ليسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد انتهاء أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعرب لكم عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حضينا بها في بلدكم العزيز والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات التاريخية الأخوية بين بلدين وشعبين الشقيقين وما تتسم به من خصوصية وما لها من اهتمام كبير وإننا إذ نثمن عاليا رعايتكم الكريمة لأعمال هذه الدورة وما أبديتموه من رؤى وآراء جسدت حرصا مقدرا على مواصلة مسيرة إنجازات مجلس التعاون على مختلف الأصعدة لنؤكد بأن ما توصلت إليه الدورة من نتائج وقرارات سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز العمل الجماعي والتعاون المشترك لخير وصالح دولنا وشعوبنا ولأجل أمن واستقرار وازدهار المنطقة كلها داعين الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمن والأمان والرخاء وأن يحفظكم ويمتعكم دوما بموفور الصحة والسعادة ويوفقنا جميعا لكل ما فيه خير شعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين